تقول أن فيه المواصفات التي تذكرتها في البداية بعد 19 سنة زواج تزوج عليها زوجة تانية وبنى للتانية بيت جديد وهي بيت متهالك جدا والشيء الذي يربطه بها الآن هم الأولاد فقط وهي متعلقة بي وتريد أن تبقى معه ومتشبتة بي يعني هي سالمة بعد سمعت هذه الحلقة تطلب النصيحة ماذا تفعل بالضبط؟ يعني خلينا أقول لك مشبسة بي والحب وأمر طبيعي يعني كنت تبقى متعودة يعني على سمات وصفات وأفعال من رجل هو زوجك وحلالك فأمر طبيعي أنك تتعلق العدس ما بين الاتنين واجه احنا مش هنقوله يطلق هو خلاص تزوج وكذا ولكن تعدل انت جبت بيت هنا تجب بيت هنا بل إن الأولى أنك تجيب للأولى تطيب بخاطرة وترضيها حاجت لكم على كذا قصة وأنا شفتها بأم عيني في عشرين اتنين وعشرين وراجل تزوج باب بربع جوز الأربع كلما تزوج واحدة يجيب للتانية دي نص كيلو دهب ويجيب ليش عارفة ربع حلف يعني يعني راضيهم جاب لي دي بيت وجاب لي دي كذا وداب لي كذا وكلهم أحباب مع بعض وبيعدل ما بينهم مش يبقى فين نفسنا ونفوس لكن انت مشاعرك بالكلية لطرف انت مائل في الحب وفي المعاملة وفي المشاعر مائل تماما للطرف التاني أو لزوجة التانية في المبيه المصاريف منتش عادل فيه الخروجات معاها الدحك والهزار والغم هو اللي لينا والدحك والهزار مع التاني أمر طبيعي أنت ظالم فأمر طبيعي أن يبقى ده أن هي تقفل منك طب أعمل إيه؟ هو فيه الصفات دي والله يقوليله ساعات لما بنواجه الشريك وإحنا قلنا كده في الحلقة لما بنواجه الشريك أنك انت العلاقة اللي بيني وما بينك دي علاقة غير صحية وعلاقة أنا مش حاسة فيها في الأمان بالأمان وحاسة بيها بتهديد دائم فمن فضلك لو سمحت تعال نقول واحد اتنين تلاتة خطوات وشوف هاي التاسم رد فعلا رد فعلا وعلى آه لأ وما سنمكيش وما جيش أبدا يوم القيامة شق ماء يقف قدام ربنا بالظلم اللي أنا عامله لأ هرعيكي عشان خطر الأولاد وكذا خير وبركة طب هعمل الحاجة خير وبركة كل الكلام ده أهم حاجة أنك تعود معيه وتحط دي الحاجات اللي أنت عايزاها وتطلباتي معها اسمعي الحدود اللي لا تأذيكي ورفضك للظلم اللي عامله في المعاملة مع الزوجة تاني مش هنقول نطلع عشان عندنا حديث للنبع السلام لا تسعى مصري ما في طلاق أختها ما عندنا حديث ولكن تعدل ما عدلتش هنقدر تكملي تقدر تكملي بحس ما تمردش وما تتعبيش وتطلعي بره الدايرة دي حتى حدود مش بدور في الراحة بتاعت زوجي ولا هو قال ولا راضي ولا مش راضي استمداد لنظرتك وتقديرك لذاتك مش من الآخر مش منه مش عشان هو قال لأ وقدرت تتعافي وتطلعي وتعملي لك صحبة تانية وناس تانية وجو تاني وهو على قدر الموجود والدنيا مش مأثرة تمام لكن لأ أنا بمرض أنا بتعب أنا 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 مش قادرة ربي الأولاد بقيت مقصرة في أمر أنت هتسألي عنه بسبب الضغط النفس اللي وقعك فيه لأ تعود وتستخيدي نكمل ولا ما نكملش بس قابليها بقعد معايا مرة وبقول له على الأسه وبعمل حدود وبطلب الطلبات وبدي فترة زمنية لتغيير الزلوك